السلام عليكم. اه طيب نحل دلقاتي ايه امتحان كده بتاع الفرن وخمس شهر بتاع القانون ده نحل على المسائل يعني فاكس النظري خلينا نتكلم دلقاتي على المسائل يعني. اه طيب دلقاتي هو هنا مساء اول مسألة. اللي ان المسألة بتاعت الفني المسألة دي مهمة. هو دلقاتي اه كن احنا اخذنا مع الدكتور ان احنا في حاجة نظام التقييم بتاعنا ممكن نقائب بكذا طريقة ومنهم النظام بتاع ايه? بتاع النقاط. ان احنا ببعدنا كل يعني اعكناك بتبقى مفوضة مواصفات معينة وكل مواصفات معينة بتبقى مديها عدد ايه? عدد نقاط معينة وبعد كده في الاخر ايه بتجمع النقاط دي. بتشوفه اجاب كم نقطة وبعد كده بتشوفه العرض المالي بتاعه. وبعد كده عشان نعمل حوالي الفني مالي ده بنعمل ايه بنقسم العدد النقاط اللي هو اخدها على ايه? على السعر عشان نجيب اه سعر النقطة الوحدة كامل. ماشي? وطبعا ما هو بعد كده بالرأسي على اقل ايه? على اقل سعر. وفي نقطة مهمة جدا تخلي بالك بس منها هنا. ان انت لو كان عندك اه لو مصر كان تدخل جوه الحوار داني. لو عندك منتجات مصرية ومنتجات غير مصرية. فسعيدها حتى لو المنتج المصري كان اغلى او النقطة بتاعته اغلى من النقطة التانية. بس بشارة انها تكون اقلية من خمسة شعر في المية سعيدها بناخد ايه? سعيدها بناخد المنتج المصري. بس فهو بناء على الكم معروفة اللي قلت لك دي فنقدر نحل السؤال ده كله. هندي الوقت بيقول لك كي بيقول لك والله تقدمت اربعة شركات بعروض فنية ومالية ومش عارفين مهم يعني. اه بعد ما جاي حسب قال لك ايه قال لك والله كان عندنا اربعة شركات اه اول شركة كتن من اليابان ومعها ايه التقييم الفني بتاعها تسعين نقطة. وسعر الكرسي الواحد بيكان بتلتمامة وتمانين. طيب بتلتمامة وتمانين ايه كان بقى تقريبا ده بيبقى كلهم بالجنيه يعني. ماشي? اه طيب واعدين وبي مافس الكلام كلهم كانوا تسعين. اه والفرق كان في السعر. فانت هتعمل ايه هنا? اول حاجة هتروح تحسب تسعين على تلتمامة وتمانين تسعين على اربعة وعشرين. تسعين على مش عارفين. لما هتحسب الكلام ده هتلاقي ان مين اقل واحدة فيهم. بما ان كل النقط سبتة فانت مجرد بس ايه هتحسب هتاخد اقل زعر. طب هل دايما نعمل كده? لأ لان انت قلنا ايه مصر موجودة. فانت هتعمل ايه دلوقتي تروح تسعين تسعين تلتمامة وخمسين على تلتمامية. انا كده الكالفليتر. انا جيبي تلتمامة وخمسين يسعينه على تلتمامية. دي غلق. تلتمامة وخمسين على تلتمامية. هتلاقي ان هو بوان بوينت وان سيكس. ده معنا ان انت اكتر من خمس سارف المية. بسعيتها من فاش اخذ المنتج المصري. وسعيتها لما تيجي ترسي هترسي على ايه? الشركة رقم تلاتة اللي هي الشركة سيدي اللي هي بتاع الصين. ولو قال لك ليه هتقوله لان ببساطة لما اسمت النقاط الفنية على السعر المقهد. لقيت ان ديها ارفص حاجة. وكمان كانت النسبة ما بينها وبين مصر ازيت بستاشر في المية. وده اكتر من النسبة المسموحة اللي هي الخمس سارف المية. فلازم نرسي على الصين. فده اول سؤال. هنأخذ شعر سؤالي التانية. نفس السؤال اللي فوق بالزبط. لكن هما هنا ايه قال لك والله لا مصر ميتقدمها بتلتمية ايه? تلتمية خمسة وتلاتين. فلما تيتحل السؤال ده هنعمل نفس الجلامة. افتع الكالكريتور. احسب تلتمية خمسة وتلاتين على تلتمية. هتلاقي ان هو ايه بحضوشر وستة من عشر في المية. فده اقل من خمسة في المية. في ساعتها هنا ايه هنرسي على مصر. ماشي? هترسي على المنتج المصري. اه هنا ده عبيد بقى خالص. انت هنا الفاتو كلهم كانوا كلهم ماخدين ايه متساوين في النقاط. اه فانت بتحسب على على السعر بس. لكن انت هنا بقى عندك ايه? عندك التقييم الفني مختلف عن الايه? يعني مش كلهم عندهم نفس التقييم الفني. فانت تعمل ايه? هتعمل ريشيو هتجيب الخمسة وتمانين على تلتمية وتمانين 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 على الرقم ده. ولما هتحسبهم في الاخر يعني بس. اه. بيضع الجمه كده. وهنا. ماشي. هنا انت اول واحدة كانت. انا احتر задач اذا ما شحيفين الاتنين. ماشي يعني. مهم يعني. فانت تدلعجت هتت قول لي انت هتجيب الخمسة وتمانين. الله. هتجيب الخمسةULL والثمانين على ثلاثمائة وتمانين فهتلاقي ان هو زرو بوينت اتنين. هتجس انت عظيم numeo على ثلاثمائة حمسة وتلاتين هتلاقي ان هو مش عارف زرو بوينت اتنين ستا. مش عارف ايه? هاتلم يعني انت لما تخلص الاخر الكلام ده هتلاقي ان ارخص واحدة فيهم اللي شركة رقم به. وبما ان ده مفوش اي حاجة او مصدر المقاعد سواء كانت مصرية او كده فانت ايه مجرد بس بتاخد الايه الارخص او النقطة الارخص يعني. اه ماشي فده بالنسبة للسؤال ده. طيب انت انا رخش على السؤال ده برضو السؤال ده برضو مهم ورزيز يعني. بيقول لك ايه بيقول لك والله واحد قدم يعني كان داخل المناصة وكان ايه احنا كنا عايزين اشتري متين كمبيوتر. وبعدين بعد كده اترس عليه. فاترس عليه امتى اترس عليه? اه اترس عليه ان هو مفروض يعني يسلم المتين اه حاسب دول. برقته بس المهم ان هو ايه يسلمهم تلاتة ايه? تلاتة ديسمبر. ماشي فهو بقى لما جيه يسلمهم سلمهم على دفعات. ما سلمهم مش كلهم مرة. فاول دفع سلمها يوم كام? سلمها يوم تمانية عشرين نوفمبر. سلم لك كم جهاز? سلم لك اربعين جهاز. طيب وبعد كده سلم لك تلاتين جهاز يوم واحد ديسمبر. بعد كده سلم لك عشرين جهاز يوم اربعة ديسمبر. خبالك انت ايه? الديدلاين كان تلاتة ديسمبر. فمن اول جيم لحد ايه? كل دول ايه? كل دول هو مخالف تمام? طيب وبعدين بس خلاص. فبعد كده بيقول لك ايه? بيقول لك والله اه انت المفروض ان ان انت تشوف بقى ايه الاجراءات اللي انت المفروض الكلية تاخدها اه تجاه المقاول على حسب كل واحدة من دول. بس هنا فيه وكان بيقول لك ايه بيقول لك والله فيه تلاتين جهاز هو ما سلمهمش اصلا. ودي ورده خبالك النقطة دي مش مش دايما بتموجودة في كل اللي بتحنيت. ليه بقى? لانه احنا ممكن ما يجيب لكش النقطة دي. يعني يجيب لك اللي فوق بس من اول الاف لهيه. وتلاقي ان مجموع دول ما بيكملش المجموع اللي انت طالب. فساعتها انت لازم تحسب بتاع كل دول وتأكد ان هو بيساوي المتين ولا لا. لو بيساوي المتين فانتهي بقى روما بس. لكن لو بيساويش المتين فساعتها انت لازم تاخد موقف بناء على الحاجات اللي ما اصالك. ماشي? فهو بيقول لك ايه بيقول لك والله هنا اقول لي ما هي الاجراءات التي يجب على الكلية اتخاذها قبل المقاول بالنسبة للكمية التي امتنع عن توريدها. طب هو امتنع عن كم? بيقول لك عدد تلاتين حسب شخصي لم يتم توريدها وامتنع الموارد عن توريده. يعني انت اصلا هو مش مجرد ان هو قال لك انا هنصل لهم اتخل له وقال لك انا مش سل لهم اصلا. ماشي? فبيقول لك ليبقى بيقول لك والله السعر بتاع الخاسب الشخصي واحد اللي هو اللي احنا رسين عليه كان اربعة تلاف جنيه ماشي? وبعد كيه بيقول لك ان اللي تجيب بعده على طول يعني انت بيبقى طبعا في كزا واحد ما قدم اه ما قدم ارض. فاللي كان بعده على طول كان باربعة تلاف وخمسمائة جنيه. واغلى سعر كان موجود في السوق كان 4700 جنيه. فانت بقى المفروض الكلية تتعمل ايه? فالمفروض ان احنا في الحالة اللي زي كده بنعمل ايه طالما هو امتنع عن ان هو التوريد فانا بروح للشركة اللي بعضه على طول اقول لها ايه رأيك ان انت تورديلي الفاضل فانت هتورديلي 30 جهاز. لو وفقت فساعتها انت بتستورد منهم 30 جهاز وفرق السعر بتاع كل جهاز المفروض ان المقاول اللي هو امتنع التوريد هو اللي بيتفعهم. فيبقى انت كده المفروض اكون تدفعه كم? هتدفعه 30 في 500 جنيه دول. ماشي? تقريبا دايما خوصر 1000 خوصر 1000 تقريبا ايه. ماشي? اه ماشي انا بروض ما احسن لم أعشان مكنش بقوله اركام غط 30 30 في 500 ماشي? هتدفعه 15000 زيادة. طيب افرد انت والتروع ايسى 15000 زيادة دول والتروع عادهم يعني وهو مدهم لك بتعمل ايه بتبدأ تبلغ عنه عند كل الهيئات الحكومية انه هم يعملوا آآ حجز على الفلوس بتاعته لحد ما هو رجع لك الفلوس. ولو ما رجع لك بتاخد كل الفلوس اللي ايه اللي هما يعني انت بايع انت كده كده هيئة حكومية. فبتروح تخليهم وبعتولك الفلوس بتاعته اللي عندهم. وتبدأ تاخد امانهم ويه? وطبعا بعد كده بتقدم فيه شكوى. طبعا بعد كده بتمنعه من دخول المناقصات بعد كده وكده يعني. ماشي? بس ده المهم ان انت ايه طبعا بس فيعمل حتة دي. ببا كده احنا عرفنا ايه التارتين جهاز اللي هو آآ عمله. طبعا بعد كده اخش معه على باقي الاسئلة بيقول لك والله بالنسبة وسعا آآ للاربعين جهاز اللي هو سلمه متوانع عشرين نوفمبر. هنعمل فيهم ايه? هو سلمه في معادهم وسلم لك اربعين جهاز. هو قال لك سعر الجهاز الواحد اربعين جنيه. آآ اربعين جنيه. آآ اربعين جنيه. اربع تراف جنيه. فانت هتعمل ايه? هتقول والله اول بما انهم وسلمهم لي فان هدرب الاربعين دول فكام آآ هضرب الاربعين في الاربعة تلاف في بقنا ايومها آآ هيسلمنه مية وستين الف جنيه ماشي لان اربعين في اربعة تلاف في مية وستين الف جنيه. ماشي? فانت هتديلوا ال مية وستين الف جنيه بتوه كلهم ماشي? طيب وبعد كده آآ وبعد كده ماشي وبعد كده تاني واحدة برضو هتقريبا هسلمها في معادها عادي اللي هو تلalog السيناد. فقط الكلام هتقول تل��ين. هضرب الثلاثين في الاربع تلاف وهتسلمه الايه? وهتسلمه المئة وعشرين الف انجيبته وكملين. طيب وبعد كده بعد كده بقى هو جاء الله كان عندي عشرين جهاز سلمهم الاربعة ديسمبر. اربعة ديسمبر ده فيها حالتين. اما ان انت ان انت بيبقى هو تاخر آآ نسبة ولايه لا اوي فالنسبة دي لو انت مقارنة بالنسبة اللي هو كان يسلم فيها بتبقى صغيرة جدا. فممكن انت يعني تتغاضع عن الموضوع عادي وتديره فلوسه. او ان انت تبدأ ان انت بيعمل حقك ان انت تخصم منه فلوس. طب بنخصم منه ازاي? بنبدأ نخصم منه واحد في المية اتنين في المية تلاتة في المية وحد اقصة خمسة في المية. ماشي? او حد اقصة تلاتة في المية. تقريبا او تلاتة في المية. حد اقصة تلاتة في المية. ماشي? آآ بس فانت بما انه هتأخر يوم واحد فخلاص نخصم منه ايه? نخصم منه آآ واحد في المية. تمام? آآ بس فاول واحدة خلص اللي هو عشرين جهاز يوم اربعة تسان بي ده هنخسن منه واحد في المية. بعد كده بعد كده فهنخسن منه واحد في المية ده زي يعني اللي هو عايد يا هتبقى انت بدل ما بتديله ما في المية هتديله ايه? بوينت نوين نوين. فانت هتديله كام هو ورد لنا كام ورد لنا عشرين جهاز فيبقى نضرب عشرين في اربعة تلاف ونضربهم في بوينت تسعة تسعة. ماشي? ساعة هتديله ايه? اه تعريبا انا في بوينت تسعة. ايه? هتديله ساعتها بقى ايه? اه تسعة سمائين الف ومتين جنيه. طيب وبعد كده الخمسة وتلاتين نفس الكلام هو اتأخر يعني اكتر من اسبوع تقريبا اكتر من عشر تيام فهو ده هنخسن منه ايه? هنخسن منه اتنين في المية. فيبقى نفس الكلام اهو ورد لكم جهاز خمسة وتلاتين هضرب خمسة وتلاتين في كام? فالبعة الاف ده سعر الجهاز الواحد واضربهم في كام في بوينت تسعة تمانية لان انا بخسن اتنين في المية. فيبقى ساعتها مية كان مية ساعتين الف ومتين. اه وبعد كده تلات وحدة اللي هي تلاتين ديسمبر فهو برضو تأخر بتاع اسبوعين فهنا هاخسن منه ايه? تلاتة في المية. ومش هقدر ان انا ايه اخسن منه اكتر من ثلاثة في المية. يعني ما هم بتأخر اما اضعش اخسن منه ايه اكتر من ثلاثة في المية. اه بالنسبة يعني ايه اه تبعا للقوانين اللي موجودة في اللايح ما يعني. ماشي? بس بعد كده بيقول لك احسب بقى بالتفصيل فانت هتبدأ ان انت هي تجمع كل الارقام اللي احنا قلناها دي. آآ ماشي ماشي. فدي كده كايي. ده تاني سؤال. طيب. بعد كده برضو عندنا سؤال تاني آآ لذيذ ومهم. ألا وهو ايه? السؤال ده. بيقول لك بيقول لك والله دلوقتي تقدم آآ احد المؤردين لمناقصة التوريد تلتمية حاسب شخصي لكلية الهندسة وتم الترسية عرضها لطبقى المواصفات التي تقدمها مش عارفية وبتاعه. المهم يعني ان هو ايه? حد اقصى كان مفوض يسلم من 3 ديسمبر. ماشي والراجل ده سلم لك كل الكمبيوترات يعني سلم لك تلتمية جهاز. بس الفكرة كانت فين? في متين جهاز كانوا طبقين للمواصفات المواصفات المطلوبة وكان ايه? وكان قبل الموعد المحدد. وفي مية جهاز كان ايه? تم رفضهم من لجنة الاستلام. انت في عندك لجنة بتستلم منك الاجهزة بتستلم على اساس الايه? على اساس معايير سبتة. انت محدد حاجات معينة ولازم هو يوفيها كلها. فهو بيقول لك في مية جهاز ما تم مش ايه? آآ تم رفضهم. بيقول لك وقول لي وضع تفصيلا اجراءات التي يجب على الكلية اتخاذيها قبل المقاول وكيفية التعامل معه بخصوص الاجهزة الغير مطبقى المواصفات. هو دلوقتي الراجل طالما ان هو مامتنعش عن الآآ. هنا كان بيقول لك ايه في حالة موافقتية على اعادة التوريد. يعني انت قلت الراجل رجع لميت اعادة لميتها جهاز غير دول. فانت المفوض بقى تعمل ايه? ساعتها انت المفوض ان انت آآ اسمه ايه ده? بيقول لك دلوقتي في كزا حال. اول حاجة بيقول لك يعني النقطة اللي فوضي مش مهمة اوي يعني بس المهم من النقطة اللي تحت. بيقول لك النقطة اللي تحت بيقول لك ايه بيقول لك ان ان انت لازم طالما هو وافئ ان هو يرجع لك الاجهزة او يجيب لك اجهزة تانية انت لازم تستلمها منه. استلمها منه في خلال كمي يوم بتستلمها منه خلال سبعة تيام. تمام? آآ ولو هو تأخر عن الموعد اللي هو تلاتة ديسامبر ده انت بتدفعه غرامة ساعة. لو ده بتدفعه غرامة ازاي? بنفس الطريقة اللي هكون لازم بنحسابها. واحد في المائة دين في المائة تلاتة في المائة. ماشي بس هو لازم ان انت تستلم منه الاجهزة اه ماشي بس هنا بقى برضو بيقول لك ايه بيقول لك لو يعني لو كان حصل ان الاجهزة كانت غير مطابقة لا تتجاوز نسبة عشرين في المائة اه في عدم المطابقة جوز للسلطة قبولها مع فرض اه خفض الفارف على نحو التالي. المهم يعني حتة اللي فوق دي عموما يعني مش مهمة لان هو مش دل هو ايه? مش دل هو كان بيسأل عليه لكن اللي بيسأل عليه اللي ايه? الحتة اللي تحت. طيب. بعد كده بيقول لك ايه بيقول لك والله طب افرد بقى الرجل انت اللي انت قلت له يعني يجي يستلم المية جهاز دول. اه قلت له ورد لك ما غيره وهو مرضيش. فانت بقى المفوق بتعمل ايه? نفس الكلام. بنبدأ ان احنا نديره فرصة اه اه ان هو ايجي ياخد الحاجة في خلال سبعة ايام. طب افرد هو ما جايش في خلال السبعة ايام دول. نبدأ تفرض عليه غرامة نتيجة ان انت بتخزن الحاجة عندك. طب بفرض عليه غرامة ازاي? بندفع له. يعني بيدفع لك اتنين في المية. اه على كل اسبوع. يعني انت اول اسبوع هيدفع لك اتنين في المية. ثاني اسبوع يبقى كده يدفع اربعة في المية. تلات اسبوع هيدفع كامل ستة في المية. ماشي? واحد كده ايه? انت بكل اسبوع بزود عليه اتنين في المية من السعر بتاعه. طب افرد هو عد شهر وما جايش خد الحاجة ساعتها بحق بيحق ليك ان انت تبييها الحاجة من المخزن ده. وتاخد نسبة التكلفة بتاعت البيع وبتاخد نسبة النسبة بتاعتك وقعد كده ايه بتخصم الفلوس بتاعتك وقعد كده بتتديله البيت ماشي? آآ ده لو هو ايه ما جاش خد الحاجة كل الوقت ده يعني. تمام? آآ بس. وقعد كده طبعا بقى ان انت ايه بتبدأ برضو ان انت الفرق العجزة اللي هو انت خدتهم دول يعملين الجهاز دول هتخدها برضو من اللي بعده وتدفعها هو الفرق ايه? الفرق في التكلفة. حلو? طيب. آآ هنا بقى الصلاة المفتصة الكلام ده كل ده كلام ايه? حفظ فانت رازم تبقى حفظه ايه. آآ ماشي تعال نحل السؤال ده. بعد كده بيقول لك اي بيقول لك اعلان الجامعة القاهرة عن مناقصة لتوريد مائتين آآ من الخاسبات الشخصية والخدامة شركة القناة عند السياع مع خمس شركات اخرى والمناقصة. ماشيين? يعني فيه شركة قدمت مع خمس شركات وهي اللي كسبت. كان السياع للحاسب الواحد للشركة بتاعت القناة دي خمس تارف خمسمائة جنيه. وتم دراسة عروض الفنية واللي جان مش عارفين مدد تمانين يوم. يعني قعد من تمانين يوم عشان احنا نقيم نقيم العرض بتاعها يعني. وبعد التمانين يوم دول ايه? خلاص راسين عليهم يعني. آآ ولكن نظرا اللي حاجة الجامعة لكمائة مختلفة عن الكمائة المطروحة اصدرت الجامعة امر توريد للشركة القناة بعدد مختلف. يعني انت بص القصة القصة بدت ازاي? اخلاص انت قدت عايز متين جهاز. حلو? بعد ما ما رزلت الكراسة العرض ومش عارفين وكده والناس قدمت عندك قدم عندك ست شركات. حلو? الشركة منهم كان اسمها القناة الهندسية دي. كانت مقدمة بسعر كان بسعر خمس تارف خمسمائة جنيه. انت عدت عشان تدرس العروض اللي موجودة تمانين يوم. وبعد ما درست التمانين يوم رسيت على شركة القناة. بعد ما رسيت عليها اكتشفت ان انت عايز ايه? عايز عدد مختلف عن العدد انت كنت عايزه. اما ان انت كنت عايز اكتر من متين او اقل من متين. ماشي? طيب وبعدين. بس فانت دلوقتي بقى هيبدأ يقول لك ايه? هيبدأ يقول لك حدد موقف الشركة بقى من التغيير ده. ماشي? في حاجة مهمة لازم تبقى عارفها ان انت ببساطة. الشركة. لو انت مسلا كنت حاضل عدد معاين. انت مسلا كنت بتقول ان في الكراس الشروط انت كنت عايز مسلا عايز مية جهاز مسلا. حلو? انت ليك بالنسبة لللايحة القوانين اللي هيحاول القانون عندك. ليك ايه ان انت تزود خمستاشر او تقلل خمستاشر في المية. اكتر من كده واقل من كده من حقيقة الشركة انها ترفض. لكن لو انت في المرجن بتاعي الخمستاشر في المية. لأ من حقيقة يعني انت من حقيقة ان انت تطلب الزيادة دي او النقصان من غير ايه? من غير ايه الزيادة في في السعر يعني. ماشي? وده بيبقى ليه? ده ببساطة عشان انت مسلا ما تديش تقول لي والله انا انا عايز مسلا ما اتجاهز. فالمقاول مسلا او المورد دي بعمل حسابه مسلا على نسبة معينة من الرف. لكن انت وبعد ما هو خلاص ثلاث ساري تقول له انا عايز خمسمائة الف. انا اكيد اه اخسر لو انا اوردتلك بالسعر ده. ماشي فاده الفكرة يعني. طيب ومعدين. بيقول لك اول حالة باب بيقول لك ايه? عدد موقع في الشركة القناة مش عارفين من امر توريد في الحالات التالية. اول حالة بيقول لك نتيجة ورور ثمانين يوم من تقديم العرض ونتيجة تغير الاسعار. ارتفع سعر الحاسب بحيث اه بحيث يسبب الحاسب الفصارة لشركة القناة قيمتها تلتميت جنيه. فالجامعة قررت ايه? قررت ان هي عايزة تلتميت حاسب بدل ما كانت عايزة امتين. فانت كده زودت كم? زودت مية جهاز عن اللي انت كنت طلبه. مية جهاز يعني نسبة كم في المية? نسبة خمسين في المية. فدلوقتي باب بيقول لك هي بيقول لك هل من الضروري التزام الشركة بزيادة الكنية وتوريد تلتميت حاسب شخصي? اه تلتميت حاسب شخصي? اي جهاز يعني اكثر من اه حاسب شخصي? اه يعني هي بيقول لك يعني مية جهاز اكتر من كمية المناقصة? اول لا لا. فلما تيجي تحسب هتلاقي ان المية قلت ان هي اه بنسبة خمسين في المية من العرض الاساسي فلا ايا مش مش شارتنات اسمه ايه ده مش شارتنات ورد لك المية جهاز كلهم يعني. طب بيقول لك ليه ليه اختارت كده? هتقول له لان ببساطة حد اقصى خمسطاشر في المية اه يجوز ان الجامعة القاهرة تقطه بالتغيير. لكن انت طالب خمسين في المية ده ايه? ده حاجة انا مش شاركة من احقاها هتورفد يعني. طب بيقول لك لو كانت الجواب بلا فهتكون اقصى في المية ممكن الجامعة القاهرة زيادتها كام? هتبقى هتبقى ببساطة اسمه ايه ده الميتين مضروبة في خمسين في المية. تقريبا تلاتين جهاز? تقريبا تلاتين جهاز اه. اه? لو ضربنا ميتين في خمسطاشر. اه تلاتين جهاز. ماشي? طيب. اه بس فده كده بالنسبة لايه? للحتة بتاعت الحتة ايه? طب بيقول لك بقى نتيجة بقى ثمانين يوم الدنيا رخزت. والدنيا بيت اقل. فسعيدها ده هيقدي ان شركة القناة هتكسب اكتر. فجامعة القاهرة قررت انها بدل ما كتعايزها متين جهاز لانا هخليهم عايزين مية بس. فده سعيدها برضو تغيير بنسبة خمسين في المية بالنقص. ماشي? بالسالب يعني. فبرضو نفس الكلام انت الشركة مش ملزمة ان هي تسلم لك مية هي منفقها ان هي تسلم لك المتين كلهم. او بحد اقصى ان انت تقلي الخمسطير في المية برضو. اه بس فنفس الكلام هتنقص برضو ايه? تلاتين جهاز يبقى انت اخر اخرك تنزل لحد مية وسبعين جهاز. ماشي? فده بالنسبة للسؤال ده. اه ماشي. بعد كده انا برضو بيقول لك اي بيقول لك قمت في افتتاح شركة الخاصة لتوريدي الحاسبات ومستلزماتيها وعلامة بزارة الصناعة مش عارف ايه. انتك هتعايزة منك ميت ميت كومبيوتر يعني سعر الكمبيوتر الواحد في شركتك خمسة الاف جنيه. هلو? فيبقى انت كده المكسب بتاعك كام اه خمسة الاف في مية بكام بخمسمية الف. طيب. هو بعدين. بعد كده بيقول لك انت كان برضو هتورد خمسين اه برينتر. وبرضو سعر البرينتر ببالفين. يبقى كده انت بكسبك كام ميت الف. ماشي. اه طيب. وبعدين بعد كده بيقول لك والله يا حد ما يليه لكل نوع من انواع التأمين. انواع التأمين المختلفة اللي مش عارفين. بيقول لك اول حاجة خلص التأمين اللي بيتسلم مع المظريف ده اسمه ايه? التأمين اللي انت بتسلمه وانت بتسلمه مظروف المالي والفاني بيبقى اسمه التأمين الماقد. ده انت تسفعه لحد ما يتم الترسيه عليك. لو ترس عليك بتدفع سعيتها التأمين النهائي. طب لو ما ترسش عليك خلص بتاخد التأمين بتاعك تاني. طب التأمين ده اصلا ايه هدفه? نتأكد ان انت مش داخل تلعب او داخل تهازل. لازم يكون معاه ضمان عشان اقدر امسكك منه ايه? لو حصل اي مخالفة منك. تمام? طيب بعد كده بيقول لك طب اه اه قيمة التأمين اصلا ده بتبقى كام? خيمة التأمين ده بتبقى واحد ونصف في المية. لو انت التأمين المهم يبقى ناسبيته واحد ونصف في المية. تمام ده بالنسبة لللاحبة بتاعة الفنادغ��� Isaac. طيب اه يبقى انت لما عتيجي تدفع هتدفع كام سعيتها خلص انت هتدفع اة واحد ونصف في المية من من الاجمالي. انت الاجمال بتاعك كام خمس مئة الف ومئة الف ستمية الف. ابقى انا لما اجف LEGO سوئل واحد ونصف المية. هيجيب الكالكولياتور. هقول اي هقول خمسمئة الف. خمسة مية تلاتة. ماشي. زائد مية الف واحد اتنين واحد اتنين تلاتة. ماشي. بعد كده هضرب الرقم دة في كام هضربه واحد وفصل في المية. ويطلع كام? واحد يroughص في المية. انا قلت ما علينا نأري李يم الكلام ده عالمية ه возможно. هيتطلع لك تسعة الف جنيه. انا المفعود ادفع تسعة تالاف جنيه. حلو? طيب? اده بالنسبة اذا الرقم ده المفروض يبقى تسعة تلاف جنيه. طيب ده بالنسبة للتأمين المواقع. طب التأمين النهائي لو انت خلاص تم الترسيع عليك التأمين النهائي المفروض ان انا لو التأمين النهائي ده بيبقى ايه؟ طب الا النسبة بتاعت التأمين النهائي ده كم في المية خمسة في المية. طب انا لو هدفع خمسة في مية هدفعها من كم هدفعها من ستمائة الف جنيه. انت جيبت ستمائة منين? من ان انت بتضرب دفده زائد دفده. طيب انا لو عايز اجيبي الرقم هجيبه ازاي? هجيبه الرقم عن طريق ان انا هقول ستمائة الف ستمائة. ماشي? اضربه في كم? اضربه بخمسة في المية. صح? خمسة في المية ده يعبدو نزيل وخمسة. يطلق لك تلاتين الف. فانت خلاص ساعة هتدفع تلاتين يعني. فانت برضو ممكن انا يقول لك ايه يقول لك مسلا طب انا خلاص كنت اصلا دفعت تسعة تلاتين الف قبل كده فهدفع عليهم كاما هدفع عليهم واحد وعشرين الف. كده او كده. الاتنين يعني. كده كده التأمين المحقد ده ببقى بتاعك فبيرجع لك عيه. فايما ان انت تدفع واحد وعشرين الف على اللي انت قد دفعهم او تدفع ايه? فتدفع التلاتين الف كلهم مرات. آآ ماشي. بس بعد كده بيقول لك ايه بقى الطرق اللي انت ممكن تدفع بها التأمين ده. عندك كال طريقة ايما ان انت تدفعهم كاش على طول وتاخد قدامهم واصل آآ واصل يعني اصال الدفع ده. انت خلاص دفعت بتاخد اصال. اول ان انت بتدفعه عن طريش الشيك. بتدفع الشيك عن طري البنك يعني وكده. اول ان انت بتعمل حاجة بقى الدكتور كان عليها كزا مرة اللي هو خطاب ضبان. خطاب ضبان ده انت بتديه ببقى البنك حاجز مثلا حاجات ليك او فلوس ليك او ايان يكن يعني اخطاب الضمان ده انت بتسيبه عند الهيئة والهيئة دي كده اكن انا ما دفعتش اي حاجة. في اي وقت هي تروح تقدم للبنك ان هي عايز الفلوس. البنك من غير ما بيرجعلك اصلا بيديها الفلوس. تمام? فده بيبقى خطاب الضمان يعني. ماشي فدي الترق اللي انت ممكن تقدم بها. آآ مناشي في آآ اظن كده ما فيش مسائل تاني في هذا في هذا المكان يعني. بس فبس في ايه دي الاشكال المسائل يعني اللي كانت موجودة في عشان واخد الشر وبرده ايه شبه يعني في في اغلب في اغلب ايه في اغلب اللي ايه في اغلب اللي انت حاني دي يعني. بس طبعا انا الوضع كان سهل وان شاء الله ايه فانا اكرم ما كده بكرا بيزمان الله. شكرا. شكرا. شكرا.